السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الاول في مادة رياضيات سنقوم بحله معا. التمرير الاول ننجز العمليات عموديا. عندما لدينا عمليات افقية ننجزها عموديا. نبدأ بالعمل الاولى. الف وثلاثمائة وخمسة وثلاثمائة وخمسة. اذا لدينا خمسة زائد اوعة. خمسة مضيف اوعة. خمسة ستة مضيف اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. ثلاثة نضيف اثنين. ثلاثة أربعة خمسة. نستعمل اصابع الياب. خمسة. ثلاثة زائد خمسة. ثلاثة نضيف خمسة. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. واحد زائد صفح. احسنت. واحد. إلى النتيجة. الف وتمانمائة وتسعة وخمسة. ننتقل الاملية الثانية. خمسمائة وخمسة وستة. ثلاثة ثلاثة. دائما من الوحدات ثلاثة سفر. ثلاثة GT. واحدت مع الوحدات. خمسة زائد ثلاثة. خمسة. مضيف ثلاثة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. 6 زائد 0 6 5 زائد 3 8 8 0 زائد 2 نكتب النتيجة 28686 نتقل للعملية التالية 2845 2845 نتقل ناقص عمليات الطرح 202 201 211 دائما وحدث مع الرجال 4 ناقص 2 نصعد من الـ 2 إلى الـ 4 2 3 4 2 3 نكتب 2 5 ناقص 8 ناقص 1 من الـ 1 نصعد إلى الـ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ثم نحسب 2 3 4 5 6 7 3 ناقص 1 نستعمل أصابعية 1 2 3 نقوم بـ 2 3 ناقص 1 نقوم بـ 2 255 5 0 8 3 5 ناقص 5 من الـ 5 نصعد إلى الـ 7 5 6 7 2 1 ناقص 0 1 8 ناقص 0 5 3 3 3 5 5 5 2 5 2 نع Luther 12 مراش العمليات. 1335 زائد 514. 1859. 565 زائد 2303. مراش العمليات. 133845 ناقص 1752. 5817 ناقص 3805 تساوي. 1352. 1252. 868. 1859 دائما. 13. نلتقل إلى الثماني الثاني. نطلب واكتب الأعداد الآثية. اكتب الأعداد الآثية بالحرف. إذا لدينا أعداد بالأرقام نكتبها بالحرف. نقرأ 510. نكتب خمس مائة وعشرة. نقرأ 6500. وخمسمائة وعشرة. ستة آلاف. ستة. ألاف. وخمسمائة. ستة. 17. وأربعة عشر. 14. أعداد الثالث. ألفون واثنان وستون. ألفون. 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 أول. ألفون. 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 خمس مائة وعشر ستة آلاف وخمس مائة واربعة عشر الف واثنان وستون تسعمائة وتمانية تمام الثالث فكك الأعداد الآتية فكك الأعداد 415 420 5 وحدات وحد عشرات واربعة مائة كما لدينا من عشرات وحيدة كما لدينا من وحدات خمسة 420 عشر وخمسة ثلاثة آلاف واثنان واربعة ثلاثة آلاف سائل لا يوجد مائة أربعة عشرات واثنان وحدات هنا وحدات عشرات مائة ستة مائة أربعة عشرات سائل لا يوجد وحدات روس 1400 سائل مائة بخمسةوجات بخمسة عشرات أربعة أحlezت نراجع خمسة وحدات واحد عشرات أربعمائة اثناني وحدات أربعة عشرات تلاتة آلخ أربعة عشرات ستة مئات هنا أربعة وحدات خمسة عشرات ستة مئات وألف لما نتهمنا التمرين نراجع التمرين الرابع احسر العدد بين عددين عشراتهما متتالية إذن لدينا عدد نحصوه بين عددين عشراتهما متتالية إذن عشراتهما نعين العشارات لدينا وحدات عشرات مئات وحدات عشرات مئات وحدات عشرات مئات عشراتهما إذن نكتب اثناني وسبعون من العشارات المساء 705 أكبر من 720 عشرة موالية لها 703 20 3 720 703 قربنا عشراتهما إذن 720 محصورة بين 720 و 703 نعين العشرات نكتب العدد 722 نضيف 0 23 ثانيا أحصق العدد بين عددين مئاتهما متتالية نعين المئات دائما وحدات عشرات مئات ألاف وحدات عشرات مئات ألاف وحدات عشرات مئات ألاف إذن مئاتهما هذه المئات وحدات عشرات مئات نكتب واحد وأربعة ونضيف أصفر 4100 4197 أكبر من 4100 لذن مئة المئة الموالية لها 100 أربعة آلاف ومئات مئاتهما متتالية مئة مئاتين عشراتهما متتالية عشرات هنا العشرات وهنا المئات وهكذا انتهينا من حد الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات لأسرلكم الجديد إلى الاختبار القادم إن شاء الله والسلام عليكم